اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أم حرام جاء في فكرة قلت لها يا أمي هل ممكن أن تتوهدي مثلا هذا من أخر لأولادي الأيتام هل هذا حلل أم حرام أيوة طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تسمعين الجواب صار إذن السؤال ملكت بنت نصف البيت وأمها النصف الثاني وستطلب من أمها أن تهب ملكها لأحفادها يعني لأبناء هذه أو لأولاد هذه البنت في حياتها أحمد فضل يا أحمد السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام وبركاته حياك الله إني أحبك ذل حبك الله يا شيخ أبي رحمة الله عليه وهب لزوجته الثانية مسكن وبعد فترة وهب لها نسل سكن يعني فيلا نسل سكن سكن آخر فيلا نسه مع العلم أني ابنه من الزوجة الأولى مطلقة يا شيخ سؤاله هو من حكم الشرع لهذه الهيبة الجواب لا مانع ولا حرج واحد عنده زوجتان طلق واحدة والثانية وهب لها سكنا ما حكم هذه الهيبة صحيحة جدا ما فيها أي إشكال وكون عنده أولاد من الزوجة الأولى لا يجب عليه أن يعدل بينهم وبين الزوجة الثانية يعني ما فيه شيء شرعا يوجب على الزوج أن يعدل بين الزوجة الثانية وأولاده من الزوجة الأولى فهو عنده الآن زوجة واحدة في عصمته وهبها سكنا لا اعتراض ولا مانع ولا يحق لهم أن يطالبوا بشيء في هذا الموضوع تحديدا اللي هو البيت الذي وهبه لها أبو أويس السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته الله يا حبي عندي سؤال ثلاثة أسئلة أيوة بخصة بكل الزوجة السؤال الأول الزوجة إذا قلت أنا ما تطلعي من البيت هي طلعة إنت إش قلت أوامر قلت أنا ما تطلعي هي طلعة أي عطيتها أوامر عطيتها أوامر طيب وبعدين والسؤال الثالث يقول لها ما تسمح الغناء مثلا هي تسمع الغناء وتعصيك وتعصي الله وتسمع الغناء أيوة المرء الحامل السؤال الثالث المرء الحامل إذا استطاعت تصوم وإذا ما استطاعت يعني خشيت على نفسها أو على جنينها تفطل وتقضي فقط وأما هذه الزوجة فيجب عليها أن تطيع الله أولا ثم تطيع زوجها فيما أمرها به وقد أمرها بأشياء من حقه فنهاها أن تخرج من البيت فلا يجوز لها أن تخرج بدون إذنه ولا يجوز كذلك أن تسمع الغناء لأن الله عز وجل نهى حرم سماع المعازف كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في آيات من كتاب الله وأنتم سامدون السمود الغناء فالله سبحانه وتعالى وَبَّخَ هَا أُولَاءَ أَفَمْنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ أَفَمْنَ هَذَا الْحَدِيثِ قال الله سبحانه وتعالى وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ سامدون يعني لاهون لاعبون تسمعون الغناء قال بعض من السمود الغناء بلغة حمير اليمنية وكذلك فسر ابن مسعود رضي الله عنه قال الله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَا الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَحَلَفَ أَنَّهُ الْغِنَاءِ فإذن هذا الغناء الذي ينبت النفاق في القلب ولا تجتمع الألحان مع القرآن المعازف مع القرآن لا تجتمعان في قلب عبد حتى يخرج أحدهم الآخر في النهاية فإذن ينبغي تقوى الله أن تسمع هذه المرأة لكلام زوجها أم عصام تفضلني السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلامة والبركاته يا شيخ أنا نقولك عندي الوسواس من عشر سنوات في الوضوء وفي الصلاة لا حل إلا بإهماله لا حل للوسواس إلا بإهماله أن يطرحه الإنسان ولا يلتفت إليه ولا حل بهذا ولازم يجاهد نفسه على ذلك فهو يكبر تكبيراً للإحرام يأتي الشيطان يقول ما كبرت لا ما ضبطت ما صارت ما يلتفت إليه أبداً يمضي يقرأ الفاتحة ويقرأ السورق يأتي الشيطان هو الآن غسل يده إلى المرفق والماء واضح على اليد الماء واضح البلل واضح على اليد يأتي الشيطان يقول لا ما غسلت عيد هذه ماجهة طيب الماء على اليد لا يلتفت إليه ويمضي تأتي وساوس عن ذات الله وأشكال قبيحة هو يعرف أن الله ليس كذلك وهو يكره هذه الوساوس لا تضره يعرض عنها يستعيد بالله من الشيطان يدفل عن نساره ثلاثاً يقول أمنت بالله ورسله لا يلتفت يقرأ قلوا الله أحد محمد بن العراق تفضل طيب أم أحمد بن تونس فضلي السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ بالله عندي سؤالين نعم سؤالي الأول في الوظوف الحمام الخطر أن البرع مكشوفة للبرع ما هو أم أحمد ما هو الوظوف الحمام الوظوف الحمام لا مانع لا مانع يتوضع الوظوف الحمام لا مانع السؤال الثاني عندي جارتي والتسمية يسمي الله في نفسه يعني ما يجهر لأنه الخلاء لا يذكر فيه اسم الله فيسمي في نفسه عندك جارتك أيوة عندك جارتك تقلق فيه تعملي في المشاكل معناتها تشغلي في المشاكل وترجع تكلمني هل نبعد عليها معناتها ما نكلمهاش يزوج تعمل لك مشاكل وأنت تقاطعين يعني ما حكم مقاطعة الجارة لتعملك مشاكل أنت تنصحيها بالإحسان وعدم الإساءة وأنه أول حق من حقوق الجيران الامتناء عن الأذية يعني أول شيء الامتناء عن الأذية والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه كل يوم عمله مصيبة كل يوم عمله مشكلة فإذا ما كان في حل تلافي الأذية إلا بتركها خرص اتركيها لأنها هي التي أسقطت حقها بالإيذاء والعدوان طيب أبو محمد حبيبي فضل سلام وعليكم السلام وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته يا شيخ أحبك في الله حبك الله يا أخي عندي سؤال يا شيخ فضل أنا أعمل في شركة شركة العقر تبيع وتشتري في المنازل تبيع وتشتري في المنازل نعم يستطيع المشاريع وتبيع المنازل طيب هناك كثير من الزبائل حينما يشترون المنازل يذهبوا إلى البنك الربوي لأخذ قروض القروض القروض من البنك ثم أنا مكلف بالمكلف بالوثائق بالشركة يكلفني رئيس الشركة بأن أذهب إلى البنك وأدفع الوثائق وأجري وأدفع لكي 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 يسهل العمر على الزبون في البنك الآن من اللي يشتري اللي يشتري البيت البنك ولا العميل ولا الزبون البنك يشري يشري الزبون ولكن الزبون نحن نساعده نجمع له الوثائق ونذهب بالوثائق إلى البنك والبنك يعطي يعطي القرض للزبون طيب البيت يتسجل باسم الزبون ولا باسم البنك نحن علينا نحن لا لا لدينا لا القرض ولا مال ولا 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 أنا سؤالي لك يا أخي أبو محمد البيت يسجل باسم البنك ولا باسم الزبون بيت الزبون الزبون يشري البيت لكن نحن نساعده في الوثائق نشري معك الوثائق علينا دم شوف إذا جاء واحد يعمل عملية ربوية يقوم بالاقتراض من البنك نحن لا يجوز أن نساعده لا يجوز أن نساعده على الاقتراض لا يجوز أن نعمله أي عمل لو قال عطوني خطاب توثيق عطوني تزكية عطوني خطاب ملاءة مالية تعالوا معي للبنك اضمنوني أنا بأخذ قرض ربوي اضمنوني تعالوا أعملوني ما يجوز أن نعينه اطلاقا في الاقتراض الربوي لكن لو اقترض وجاء يشتري من عندنا خلاص هو الذي يتحمل هو اللي عليه الاثم وأنتم مجرد أنتم بائعون فقط أنتم بائعون أما لما تعينوا على الاقتراض الربوي يعني تتدخلون تتدخلون في إجراءات الاقتراض لاحظ معي أبو محمد تتدخلون في إجراءات الاقتراض كي تسهلونها عليه وتمكنوه منها كي تمكنوه منها وتعمل أشياء لو ما عملتوها ما استطاع يقترض معناها أنتم صرتم شركاء في العملية دخلتم الآن في تسهيل القرض الربوي أما راح هو على مسؤوليته اقتراض ودبر نفسه واقتراض وجاء وقال أشتري منكم خلاص الاثم عليه أنتم مالكم دخل أمات الله تفضلي السلام عليكم عليكم السلامة وبركاته شيخ لدي ثلاث أسئلت السؤال الأول كالتالي لدي أخي عندما أراد اليوم أن ينام شاهد في منامه وكأنما هو مكبل بالثلاث وأراد أن يقاوم لفتح هذه الثلاث مع العلم أنه قبل أن ينام قد شاهد مقطع من الفيديو للجن وقال عندما استيقفت شعرته بتنمين على ظهر وبثقل شديد على ظهر ومع العلم أيضا أنه لا يصلي الله يزيد فسبحان الله ماذا تقول له يا شيخ وهو سيشاهد إن شاء الله الحلقة أعظه أولا أن يقوم لله متفكرا في تقصيره في حق ربه كيف امتنع عن حق الله في هذه الصلوات الخمس التي فرضها ربه عليه فرضها ربه عليه خمس صلوات في اليوم والليل بأجر خمسين لها فوائد عظيمة جدا وتاركها كافر عند بعض أهل العلم تاركها بالكلية العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هذا الذي يترك الصلاة جريمته عظيمة جدا إذن نقول له عد إلى الله يا أيها الشاب تب إلى الله أنت الآن في رمضان في شهر الله العظيم هذا في الصيام أقبل على ربك ماذا تنتظر موت مفاجئ يأتي يأتي توفته رسلنا إذا نزل به الموت ماذا ستنفع ماذا استفعل حينئذ بأي وجه ستلاقي ربك بأي حال ستلاقي ربك وأنت لا صلاة ولا صيام بأي حال ستلاقي ربك وأنت لا تركع له ما فرض عليك إن الصلاة كانت عنه من كتابا كتابا يعني مكتوبة مفروضة أقيموا الصلاة أمر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين عد إلى الله والله ربك غفور قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أقول له الآن الآن قم وتوضأ وصل صلاة الوقت الذي أنت فيه الآن الآن فورا وإذا ما صمت اليوم غدا تصوم لله لابد وإذا فعلت ذلك أبشر بالخير الله يفرح بتوبتك ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات والتوبة تجب ما قبلها وتمحو ما سلف وكان ماذا تريد ربك كريم ماذا تريد أكثر من ذلك ماذا تريد أكثر من ذلك ثم بعد فكر فيما بعد الموت الآن شباب له طيش ولعب وأفلام جنسية يقول له مقاطع لكن ماذا باع هذه ما الحساب عليه كيف سيكون كيف سيكون فإذا تب إلى الله وعد إليه وربك يقبل فتح باب التوبة والآن رمضان أبواب الجنان مفتحة وأبواب النيران مغلقة فرصتك يا أخي فرصتك فرصتك لا تفوت لا تضيع عجل عجل لا تدري متى يأتي الأجل أماني تفضلي أماني عليكم السلام وبركاته السلام عليكم عليكم السلام وبركاته يا شيء عندي سؤال عندنا أقارب في حصار تحت داعش عليك حال هؤلاء الذين يلتحقون بأهل الزيغ والضلال عليكم مناصحتهم وبيان الحق لهم وهذا واجب كل قريب نحو قريبة إذا سلك مسلكا فيه ضلال بدعة طيب فيصل تفضل فيصل السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته وعليكم السلام وبركاته يا شيء بالنسبة المقتلز من البنوك أيوة كيف يتخلص من أيوة أولا يتوب إلى الله مما فعل ثانيا يعجل بتسديد القرض حتى ما تتراكم عليه الفوائد أو الأهل اللي يسمونها الفوائد يربى زيادة يعني يحاول الخروج من القرض الربوي من العملية الربوية بأسرع ما يمكن طبعا قد يقدر قد لا يقدر وقد يأخذ مدة حتى يقدر المهم أنه أولا ندم وتاب وامتنع وما يخذ ما في شيء جديد ما يأخذ قروض جديدة أبدا محرمة ربوية ثم يسارع بالتسديد ليخرج من هذا يفاوضهم يقول لو عجلت لكم راس المال تخلون عني الزيادة لو عجلت لكم كذا يعني يحاول يخلص بسرعة بأسرع وقت خلص وإذا كان الواحد ندم وتاب وربه عز وجل يتوب عليه الله غفور الله رحيم الله كريم سامية نعم نعم السلام عليكم وعليكم السلام وطي بركاته يا شيخ عندي مشكلة عطب شديد بحيث أسرع الناء بكثرة لا أستطيع الصيام سمت أربعة أيام بصعوبة ولم أستطيع فعل أي شيء في بيتي لا طهي ولا أي حاجة من اضطر من اضطر إلى الإفطار وربه يعلم عذره وأنه مضطر فعلا لا متلاعب ولا متهاون ولا بإمكانه أن يصوم لكنه لا يريد فإنه إذا أفطر معذور في إفطاره وعليه القضاء خرص من اضطر أو ما استطاع من لم يستطع العملية معلقة بل استطاعه وكل واحد يعرف نفسه وكل واحد مؤتمن على عبادته مهند فضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام عليكم إياك الله هل سأحكم قراءة أذكار الصباح بعد صلاة الفجر جيد جميل بعد أذكار الصلاة يقول أذكار الصباح أبو بدر تفضل السلام عليكم مساء الله بالخير يا شيخ والله مسيك بالخير وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم بركاته حبك بالله الله أزاك خير يا شيخ حبك الله يا شيخ سفرت من مكان قامتي إلى مكة عن طريق البر وفي ثاني يوم في مكة أقلت الصيام وبعد صالة الفجر شأرت ضمى خفيف وصرت هل علي شيء ما أكمل صيام إلا حرج عليك لأنك مسافر ما دمت مسافرا يجوز لك الفطر فأنت في مكة يجوز لك الإفطار لكن عليك القضاء بعد ذلك أيوه يعني أنا صمت عقلت الصيام فقط أن أكون فيش كالية أن أعجبت الصياما لا خرص أنت ما دمت مسافرا تستطيع أن تفطر ولو نويت الصيام لأن العذر معك أنت على سفر فلو نويت الصيام وفي الصباح شق عليك فأفطرته فأنت مسافر فالعذر قائم أنت في العذر إبراهيم السلام عليك يا شيف عليكم السلام في طيب وبركاته كيف حالك يا شيف إياك الله يا شيف أهلي إذن الله في صدقهم في رمضان فقال أبي هذه صدقة إن شاء الله أنا جيدة عند الله قلت قلت لأبي نسأل الله أن يتقبلها فقال طيب ليش ما قل إن شاء الله إن شاء الله فذكرت له قول النبي صلى الله وآله لا يقول أحدكم اللهم اغفرني إن شئت اللهم فقال هل هذا الحديث صحيح نعم هذا حديث صحيح وكلامك معه كلام صحيح وأنه إذا تصدق فهو يقول اللهم تقبل مني ولا يقول إن شئت أو إن شاء الله لكن لو قال مثلا لعلها مقبولة مقبولة إن شاء الله أو أنت تقول له مقبولة إن شاء الله لا ليس دعاء وإن من باب الخبر المعلق بالمشيئة الخبر المعلق بالمشيئة لأن ما نستطيع أن نجزم ما نستطيع أن نجزم هو قبل ولا ما قبل إنما يتقبل الله من المنتقين لكن في الدعاء لما يكون في طلب اللهم تقبل تقبل مني خرص ما في هنا ما لا موضع إن شاء الله المشيئة ما لا موضع هنا ما لا موضع هنا لما في طلب طلب دعاء تقبل مني تقبل منا كما قال الخليل عليه السلام تقبل منا إنك أنت السميع العليم أم أحمد فضلي أم أحمد طيب أحمد أسمعه يا شيخ السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته لا حكم تجارة العملة يا شيخ سأخذ الريالات هنا وسلمها مصري شوف لا مانع من تجارة العملة إذا كان يدا بيد يدا بيد سلم واستلم يدا بيد في مجلس العقد يدا بيد أما تحويل العملة مثلا يشتري منك عملة يدا بيد ثم تحولها له إلى بلد آخر وتأخذ أجرة التحويل ونفس العملة اللي أنت استلمتها من استلمها ذاك لا مانع المشكلة وين تجي لما الواحد يستلم من زبون عملة ويحولها إلى البلد عملة ثانية وهو ما قبض من هذا الزبون ما قبض منه نفس العملة التي حولها بعملة أخرى حولها بعملة أخرى إذا ما وجد وسيلة للتحويل إلا هذا والناس محتاجون إليه جازا للحاجة ولكن الأصل إن الواحد في عملية شراء بيع العملات لازم يسلم ويستلم يدا بيد يدا بيد فمثلا هو يريد جنيه مصري يسلمك ريال سعودي خرص يسلمك الريال تسلم الجنيه يدا بيد الحوالة هذه هذه عملية أخرى بعدها عملية أخرى بعدها طيب إدريس تفضل يا إدريس خليس بذل إدريس السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وصلاحي بركاته يا شيخ والله إني أحبك في الله أنا صاحب بقالة أفلست لعدة أسباب ومشاكل وتركمت علي ديون وقرود أصبحت عاجز عن أدائها وهناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أدائها أبدى الله عنه كيف هذا الحديث وهل يجوز لي أن أقول للناس عن نصر الزكا وهل لا يدخل في الآية الكريمة لا يسألون الناس إلحافظ هذا السؤال الأول لما السؤال الثاني ما حكم متابعة المسلسلات جزاك الله خيرا يا شيخ حياك الله يا أخي أما يعني الابتلاء بالإفلاس فهو من أنواع المصائب التي تصيب الإنسان لتبلون في أموالكم وأنفسكم فهذا ابتلاء فهذا ابتلاء مالي لإفلاس واحد فتح بقالة صار يدين الناس مثلا الناس بعضهم ما رجعوا له خسر يريد يشتري بضايع جديدة ما عنده سيولة لأن الناس الناس اللي أخذوا وإقترضوا منه ما أعطوه مثلا يعني في هذه الحالة في هذه الحالة هو يصبر على الابتلاء الذي أصابه ويحاول أن يتحرك من هنا ومن هنا يبذل أسباب المشروعة يدخل في تجارة أخرى يعني مثلا يدخل شراكة بعمل مع ناس عندهم مال هو بعمله فيكون مضاربا شريكا مضاربا وليس صاحب مال ليس رب المال يعني يتحرك يتحرك الواحد إذا أغلق عليه باب يحاول أن يعني يدخل من باب آخر هناك أسباب يعني فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه بذل 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 الأسباب يعني موضوع طلب الزكاة من الناس إذا كان واحد مطالبا وما عنده ما يسدد يعني صار من الغارمين ملاحق وما عنده طريق آخر يعني ليس عنده شيء خلص فيكون طلبه طلبا مشروعا صحيحا لا يسألوا الناس الحافل لا يلح في المسألة يعني يطلب برفق ما يطفش الآخر ولا يلاحق حتى يخليه يعاف نفسه فهو يطلب برفق إن كان عندكم شيء تساعدوني جزاكم الله خير عندي كذا مثلا فالحديث حديث صحيح من أخذ أموال الناس يريد أذاءها أدى الله عنه إذا ما سأعان في الدنيا إذا ما أدى عنه في الدنيا أعان في الدنيا ليؤدي يوم القيامة الله عز وجل يعطي أصحاب الأموال من عنده عز وجل يعوضهم من عنده بما يرضيهم لكن لو أخذها يريد أتلافها أتلافه الله لو واحد يأخذ ناوي يقترض ناوي ما يسدد يوم القيامة يا ويلة لأنه سوف يدفع هذا المال من حسناته وإذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئات الدائنين الغارمين أصحاب الغرماء أصحاب الدين تجعل عليه نسي الله السلام وعافية أبا فارس نعم أبا فارس السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام في طيب بركاته كنا حارك يا شيخ إياك الله بل لا في عندي سؤال أبا سهل مشان على الذكاء في عندي ولد متزوج وعنده خمسة طهر وتوفى فحق اللي يعطيها الزكاء لزوجته وأولاده ولا ما يحق تسمع الجواب إن شاء الله أم ناصر تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته يا شيخ عندي ثلاث أسجل هذا سمع نعم السؤال الأول يا شيخ أنا أصدرت من الحيض منتطف الليل وأنا قد أكملت العدة ثمانية أيام وقبل الفجر بتاعه نزلت كدرة مع قليل من الدم عليتي حال باختصار باختصار إذن قطع الدم ونزل الطهر واغتسلت وبعد ما نزل الطهر جاءت كدرة فالكدرة لا عبرة بها هذه استحاضة كنا لا نعد الصفرة الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا لكن لو اتصلت الكدرة بالدم هذه تبع الحيض تبع الحيض السؤال الثاني ما هو؟ سيخة أمي لديها ذهب لدي ذهب كثير وهي كبيرة في السل لا تلبسه وأنا ألبسه لكن ألبسه في المناطبات هل عليه الزكاة أو ليس عليه الزكاة نعم الأحوط أن عليها الزكاة خصوصا وأن لا تلبسه فتخرج زكاته السؤال الثالث السؤال الثالث سيخة الاعتكاف في المسجد الحرام أن أكون أنا في السكن وأذهب للصلاة فقط للمسجد الحرام هل يسمى اعتكاف أو الاعتكاف في المسجد؟ لا لا هذا لا يسمى اعتكاف الاعتكاف في المسجد ما في اعتكاف في الفنادق واعتكاف في المنازل هذا الاعتكاف في المسجد ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد لكن المرأة تؤجر على نيتها وكذلك من احتاج أن يعود إلى البيت لأن عنده أطفال لا يضيعون في شيء وكذلك المرأة صلاتها في بيتها خير لها وأفضل لها وننتقل الآن للإجابة عن الأسئلة الواردة من قبلكم يقول السؤال ذهبت لمكة لأداء عمل وعقدت في نية العمرة وأتممت مراسم الإحرام وعندما وصلنا مسيت بعض الطيب إيش يعني أتممت مراسم الإحرام يعني هل أتممت مناسك العمرة ولا فقط الإحرام ذهبت لمكة لأداء عمل وعقدت في نية لأداء عمل وعقدت في نية العمرة وأتممت مراسم الإحرام ترى الإحرام ما في مراسم يا جماعة ما في مراسم للإحرام الإحرام هو كله نية في القلب يعني نية في القلب عقد القلب بعد دخول في النسك بس ما لبيك اللهم لبيك انتهينا عليت حال إذا كان حصل أنه مس الطيب والكحل بعد الإحرام وقبل ما يسوي العمرة يعني يتحلل منها فإن كان عامدا فدية من صيام أو صدقة أو نسك وإذا كان ناسيا أو جاهلا في الغالب تكون ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء طيب يقول السؤال متى تبدأ صلاة الضحى ومتى تنتهي تبدأ صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس يعني بعد الإشراق مثلا بربع ساعة إلى قبل الظهر أذان الظهر بربع ساعة هذا بينهما كله وقت صاد الضحى في صلاة التراويح ما حكم التسبيح وقراءة سورة الإخلاص بالتناوب بين كل أربع ركعات جهرا بعد التسليم التسبيح وقراءة الإخلاص بالتناوب بين كل أربع ركعات من البذع المحدثة لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يسلم من أربع ركعات من التراويح يجلس ويلا يقرأ ويقول والله أحد ويسبح وتسبيح جماعي هذا ما ثبت ما ورد ولذلك الإحداث في الدين حرام ولو واحد عنده يعني سلم واحد سلم من الصلاة كل مصلي وحده سلم فالإمام ارتاح مثلا نص دقيقة فرضنا طيب المصلي ممكن يذكر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله ما في مانع يفعل بس أن يجتمعوا كذا على تسبيحات محددة وقراءة كله الله أحد جماعيا هذه بذعا إذن كيف يكون الشيء بذعا أحيانا بالالتزام به الالتزام به هو ما ورد في الشرع الاجتماع عليه بصوت واحد تخصيصه بعدد معين ما ورد في الشرع تخصيصه بمكان معين ما ورد في الشرع تخصيصه بحال معين ما ورد في الشرع وهكذا يقول هل الدعاء بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء مستجاب جاء في حديث يعني رواه الإمام أحمد رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الأثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين يعني بين الظهر والعصر فعرف البشر في وجهه قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غريض إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فعرف الإجابة الحديث بعضهم بعفا وقال أنه في علل وأنه لا يصح وبعضهم حسن وقال خرص لكن هو ما فيه أنه استجيب يعني أنه دعا يوم الأربعاء فيه أنه استجيب له يوم الأربعاء هو دعا الأثنين والثلاثة والأربعاء رأى الإجابة لذلك قال بعضهم هو رأي لجابر رضي الله عنه والحديث كما عرفنا فيه ضعف فيه ضعف وفيه علل وبعضهم قال بتحسين الحديث واعتبر أنه بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء من أمقات الاستجابة مع أنه الحديث فيه أنه دعا يوم الأثنين بدأ الدعاء الأثنين والثلاثة والأربعاء رأى الاستجابة وكون الاستجابة حصلت اتفاقا الأربعاء بين ظهر العصر لا يعني أنه هذا خلص صار وقت يعني الناس تروح تدعيهم الأربعاء بين ظهر العصر طيب جوزة الطيب ما حكم جوزة الطيب هذه طبعا فيه أسئلة من حلقات سابقة جوزة الطيب معروفة من قديم الزمان تستعمل كنوع من البهارات تعطي الأكل رائحة يعني نكهة وتستخدم ربما دواء تأخذ منها بعض الأدوية من قديم يعني تزرع في أماكن معروفة مناطق استوائية أندنوسيا سيلان الهند إلى آخره العلماء عفيها على قولين الجمهور يقولون أنه لا يجوز استعمالها ليش؟ لأن استعمال القليل منها يسكر استعمال كثير منها يسكر قالوا إذن حتى لا الكثير ولا القليل وانتهينا ذهب آخرون إلى جواز استعمالها إذا كانت مخلوطة مع غيرها وكان هذا الخليط لا يسكر كثيره إذا طحنت مع غيرها وكان الخليط لا يسكر كثيره لو تناول منه كثير ما يسكر خرص قالوا هذه في هذه الحالة تجوز في هذه الحالة تجوز يريد الإنسان الاحتياط لا يستعملها الحمد لله طيب المرأة تقول أنه فيه مرأة يعني مشت في الصلاة لإطفاء نار مشت في الصلاة لإطفاء نار طبعا الآن يعني غالبا ستغير يعني تغير اتجاه القبلة وبعدين إطفاء النار فيه حركات كثيرة يعني تأخذ يناء تعب ماء وتسكب كذا وتمكن أول مرة وثاني مرة ولذلك خرص هذه الحركة الكثيرة المبطلة للصلاة صح أنه لا تأثم على قطع الصلاة لأنه الآن نار مع مسألة اضطرارية لكنها تعيد الصلاة من أولها طيب يقول يعني ما حكم صيام الحائض أنه بعضهم يفتي بصيام طبعا هذا ضلال مبين يعني ضلال مبين واحدة بدم الحائض تصوم هذا خلاف إجماع المسلمين خلاف إجماع المسلمين و يعني ولذلك فإنها يحرم عليها الصيام يعني لو صامت تأثم ولا يجزيها لو صامت الحائض تأثم ولا يجزيها يقول يعني هل اللمس يعني اللمس والمس هل اللمس يكون في الأشياء الحسية والمس فقط في المعنوية لا حتى المس حتى المس يكون في الأشياء الحسية يستعمل في المعنوية والحسية المس ما هو فقط في المعنوية يعني مثلا السامر إيش عقوبته إن لك في الحياة أن تقول لا مساسة يعني ما أحد يمسك ولا تمس أحد لا خلاص عقوبة منبوذ يصير منبوذ لا يمسه إلا المطهرون اللوح اللوح المحفوظ مخلوق كذلك صحف الملائكة صحف الملائكة صحف الملائكة صحف مخلوقة طيب وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يعني أيضا تمسوهن هذا مس حسي هذا مس حسي مس الجسد للجسد والجماع كذلك قول مريم عليه السلام ولم يمسسني بشر يمسسني يمسسني بشر حسي وقالوا لن تمسنا النار إيش هذا حسي ولا معنوي مس النار حسي طبعا قول صالح عليه السلام عن الدابة ولا تمسوها بسوء ما معقروها نحروها هذا هذا حسي العقر والنحر مسوها بسوء نهاهم فخالفوا طيب يقول السؤال إذا أنا يقول إذا قام الإمام للركعة الخامسة وأنا كنت متأخر ركعة كنت متأخرا ركعة وقام الإمام الخامسة أعتد بها أو لا من علم بالزيادة فإنه لا يجوز له أن يقوم مع الإمام من المأمومين طبعا يسبحون به ويجب عليه أن يرجع وإذا ما رجع ما يقومون معه لأنك تعرف أن هذه ركعة باطلة هذه ركعة زائدة غير صحيح الله فرض الصلاة أربعا إلا إذا كان الإمام ما قرأ الفاتح في إحدى الركعات هذه قضية أخرى طبعا طيب المسبوك هذا اللي دخل متأخرا ركعة قال بعض العلماء تحسبوا له يعني يقوم مع الإمام الإمام راح قام للخامسة أنه هذه باطلة هذه في حق الإمام غير صحيحة بس في حق المأموم هذا باقي له ركعة باقي له ركعة فقال بعضهم يعتد بالزائدة وقال بعضهم لا يعتد يعني في المسألة فيها خلاف الشيخ بن عثيم رحمه الله قال يعتد بالزائدة وتكون أربعا له كمل صلاته الإمام عليه أن يجلس عند تسبيح المأمومين فإذا جهلوا ما سبحوا وكمل بالخمس وهو يظن أربعا خرص صلاته صحيحة طيب يقول السؤال ماذا بالنسبة لي ماذا بالنسبة لي الكوبونات الكوبونات يقول مثلا أشتري كوبوم 300 وأهدي لي شخص إهداء الكوبونات لا حرج في شراء كوبونات مثلا المشتريات من محل وإهداء لشخص يعني محل مثلا أطعمة يبيع كوبون 300 ريال ليجيب الكوبون يأخذ بضايع 300 فجاء فجاء واحد غني اشترى كوبون 300 وعطى له واحد فقير قال خذها الكوبون رح اشتري ما تريد بال300 لا مانع لا حرج وهو محسن وله أجره طيب يقول أثقلتني الديون ماذا أفعل قال في أدعية في شيء طبعا في أدعية عظيمة في أدعية عظيمة قال علي رضي الله عنه ألا لشخص لشخص يعني مدين ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير اسم جبل دينا أداه الله عنك قل اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عن من سواك اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عن من سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عن من سواك طبعا في أدعية أخرى الله من يعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال ضلع الدين ثقر الدين شدة الدين وغلبة الرجال وإذا كان طويل عليك خذ الثاني أقصر اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين خلص هذا ورد في حديث ممكن كاللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين طيب الاستغفار طبعا ينفع تنوي مغفرة الذنب لكن هذه تبعا تجي تبعا تأتي فوائد دنيوية طيب الأخ كان سأل عن موضوع الوصية أنه إش يعني إش يسوي الموصي الموصي ماذا يفعل ما حق مرئ مسلم له شيء يوصي فيه يعني عنده أمانات تضيع لو ما أوصى يريد أن يوصي يعني يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده فالوصية نوعان واجبة ومستحبة الواجبة ببيان حقوق عليه دين أمانة أشياء الموضوع عنده تضيع لو ما كتب هذا واجب عليه يكتب لابد لبراءة ذمته حفظ حقوق الآخرين الوصية المستحبة التبرع المحض واحد يريد أن يتبرع بالثرث فأقل لقريب غير وارث في أعمال البر فقراء مساكين مساجد نشر العلم توزيع مصاحة إلى آخره إيش يكتب في الوصية يوصي أول شيء أهله بتقوى الله والصبر ممكن يعهد إلى أحد معين يغسله يعني مثلا في واحد يعرف السنة يعرف السنة فيقول يغسلني فلان ولو قال يصلي علي فلان ما في مانع يوصي أهله بترك البدع وما أكثر البدع في مسائل الموت والجنائز ما في أكثر منها سبحان الله ما يعني ممكن ما في باب تكثر فيه البدع مثل الجنائز الموت وما يتعلق به قضية مثلا يوصيهم بترك النياحة خصوصا إذا كانوا يعلم أنهم لا يصبرون وبعدين خلاص يقول أوصي مثلا بربع مالي خمس مالي كذا يجعل فيه ويكتب الأشياء إيش تبغى؟ بناء مسجد تبغى في طباعة كتب توزيع علم كفالة دعاء كفالة طلبة علم أحط ما تريد يعطى فلان أقاربي الفقراء مثلا أحط أكتب يقول أنا جمعت زوجتي في نهار رمضان وما كنت أعلم أنه حرام وما كنت أعرف الكفار المغلضة فيها كذا كذا طيب في فرق بين واحد فعل المفطر جاهلا أنه يفطر وفي واحد فعل المفطر ويعرف أنه مفطر لكن يجل العقوبة يجل الكفارة يقول والله العظيم لو أعرف أنه فيها صيام شهرين ما سويت نقول ما يعفيك إذا أنت تعلم أنه هذا حرام أنه جماع الزوجة في نهار رمضان من المحظورات ما يفيدك أنك ما كنت تعرف أنه ما فيها شهرين أو ما فيها شهرين ما يفيدك عليك 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 تعتك رقبة ما وجدت صيام شهرين متابعين ما وجدت طعم ستين مسكينا ما استطعت طعم ستين مسكينا لكن لو واحد قال أنا ما أعلم وهذا طبعا عجيب يعني بين المسلمين وما يعرف أنه جماعة الزوجة في نهار رمضان حرام طب وإذا هو ما يعلم هي ما تعلم كلهم ما يعلمون يعني هذا غريب عجيب يعني لكن لنفترض واحد عديث عهد بالإسلام واحد ما كان يعلم خرص ربنا لا تأخذنا نسينا وأخطأنا خرص يصير هو الآن في هذه الحالة ما عليه فإذا فيه فرق بين الجاهل بالحكم والجاهل بالعقوبة فيه فرق بين الجاهل بالحكم والجاهل بالعقوبة الجاهل بالعقوبة لا يعذر به الإنسان الجاهل بالحكم هو الذي يعذر به طبعا قد يكون ما هو معذور بالجهل من جهة فعليه التوبة إلى الله ليش ما تعلم ولو ما كان عليه كفارة طيب يقول أنا عندي سبع بنات ومهموم مهموم يعني إيش أسوي مستقبل البنات وكيف مين أزواج البنات وكيف نفقات البنات وما عندي ذكر ما عندي ولا ابن يعني نقول رضاك بقضاء الله أجر عظيم جدا ثانيا البنات البنات صحيح أن لهن هم وثقل على النفس ولكن في قضية طبعا إيش النفقة حتى النفقة يعني فستان البنت ما هو مثل ثوب الولد البنت تحتاج إلى حلي ذهب حتى المصروف حتى المصروف لذلك جعل الله في البنات في مزايا وفي أجور يمكن يعني فيه واحد عقه أبنائه الذكور ما شاله إلا بنيه وادوع الملجأ وادوع الملجأ اللي طلعوا من الملجأ بنته بنته المتزوجة طلعا والزوج بنته فيه خير سبحان الله وعسى أن تكره وجعل الله فيه خيرا كثيرا خيرا كثيرا الإمام أحمد رحمه الله إذا واحد ولد له بنت يقول له على طول يكله صالح ابنه قال كان أبي إذا ولد له بنت يقول الأنبياء كانوا آباء بنات ويقول قد جاء في البنات ما قد علمت ها يجاء قالوا ولد لي سبع بنات فواحد من أصحاب الإمام أحمد يقول ولد لي سبع بنات فكنت كلما ولد لي بنت دخلت علي أحمد بن حنبل فيقول لي يا أبا يوسف الأنبياء آباء بنات فكان يذهب قوله همي الأنبياء أولاده بنات وبعدين إيش عندك حديث منعال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه أنا وهو شوف شوف الفضل العظيم على بنتين ولا أختين وحديث من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة ماذا تريد أكثر من ذلك ورد في البنات فضل ما ورد في البني لذلك ليبشر أبو البنات النبي عليه الصلاة والسلام ما عاش له أحد إلا بنت كلهم ماتوا إلا بنت بنت فاطمة من فاطمة آل البيت كلهم كلهم من فاطمة نسأل الله أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يتوب علينا بقية الأسئلة عندكم رقم الواتس يعني بعضها تتجاوزتها لأن في بعضها خصوصيات وأشياء محرجة ربما نسأل الله عز وجل يغفرنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا وتقبل منا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسابقة القرآنية اليومية هدى وبينات كان سؤال الجزء الرابع عشر التسبيح وذكر الله تعالى والفزع إلى الصلاة من أسباب شراح الصدر والإعانة على الأمور اذكر آيات من الجزء الرابع عشر تدل على هذا المعنى والإجابة الآيات هي قول الله تعالى ولقد نعلم أنك يطيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت إيمان سيد توفيق من مصر سؤال الجزء الخامس عشر قال تعالى عن إبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ما معنى لأحتنكن ذريته؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد وأجب عن الأسئلة يعلن اسم الفائز يوميا في برنامج هدى وبينات الجائزة اليومية مئة دولار شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون